فرق كبير بين الكرة في التسعينات والكرة دلوقتي يا كابتن جمال؟ لا يا فرق كبير في الإمكانات المادية وفي الملاعب يعني إحنا وقتها ما كانش الملعب طبعا بالجودة دي جودة كبيرة أو دي احنا كان استدقى القهرة والستادة سكندري بالضبط باستثناء بالضبط كان استدقى ثلاثة والمقاولين إلى حد والمقاولين شغية أو غزل المحلة برضو كان الملعب بتاعهم الملعب الجميلة اللي تحب تلعب عليها ولكن معظم الاندياب او معظم ما كانت الاندياب الجماهيرية طبعا كانت ملعبهم صعب شوية بتبقى فيها مشكلة كبيرة يعني دلوقتي الحمد للأم كانت قدرات المادية كبيرة اوي و القدرات الملاعب برضو كبيرة ففي تفرف كل حاجة يعني ولكن اجيال بتتعرف عن اجيال ولكن الجيل بتاعنا كنا بنلعب للمتعة بنمتعة الامان بنحب الكرة اوي اوي كنت بتلعب انت بتستمتاع و جدا بلعبش المتعة لا بلعب هؤلاء حضرتك حاجة بلعب عشان حاجات تانية حاجات تانية وواضحة يعني مش عايز اخوت بقى الفرايات واضح جدا يعني العمل المادي خلاص غلب على الكرة وغلب على المتعة بتاعتها انما ما فيش شك ان اللعيب من حقه طبعا كل اللعيب من حقه انه يدور على المصلحة ويدور على المقابل بتاعه ولكن بروه ما يغفلش حاجة مهمة جدا التاريخ هو اللي بيقى متواجد ده اللي انت دايما بتلعب عليه وبتبقى فخور زي ما احنا بنبقى فخورين دلوقتي اللي لعب سنتين اللي لعب تلاتة لعب اربعة في ندل اللي لعب عشرة كل ما بتلعب بتحقق بطلقات بتبقى تاريخ بالنسبة لك وبالنسبة حتى لأولادك وأحفادك